طيب تعالي نروح لبعض المصطلحات أنا شفتك قلتها زي مثلا شرم بورم حتى احنا شرم بورم استخدمناها في الغنى شرم بورم حالي يعني بنغنيها وعندنا حاجات كده يعني هي في المصري يعني حتى لما يبقوا أنا بقدم برنامج مع إخوة عرب فلما أقول بعض الحاجات أقولهم هاتلي البتاع اللي هناك دي بصلي إيه البتاع؟ يعني عندنا شوية حاجات كده الناس ما بتبقاش عارفة إيه دي وهي موجودة في لهجتنا المصرية فخينا نحلل بعض الحاجات اللي احنا كمان بنستخدمها وأحيانا الناس ما تعرفهاش هي إيه فنشرح مثلا شرم بورم شرم بورم دي لفظة ما نعرفش أصلها بكل أسف لكن اللي عندنا نص من العصر المملوكي في قصيدة بيقول شرم بورم وتقالد بعد كده طبعا في ناس بتقول يعني غنيناها شرم بورم حالي تعبان لأن القصيدة من القرن التلاتاشر أعتقد بتقول كده شرم بورم فيه ناس بتقول إن هي شرم بورم دي اختصار لشر مبرم بس كمان لازم بعرفين إن الجزء كبير من عميتنا وابتعادنا على العربي كان العصر المملوكي وده حتى لما أي حد في كتب التاريخ بيسميه عصر إنحطاط لغوي طبعا اللغة نفسها بعدت عن العربي هو كمان من أضعف الاستعمارات يعني عنده ضعف هذا المستعمر يعني كان عنده ضعف بس كان عنده فهم أيو يعني حتى التركي لما جم هو معرفش يدير البلد فساب أنتو ممليك أنتو ديروا البلد وصيبونا إحنا ناخد الجزء من برد يعني فبس هم كانوا فهمين قوي قوي المملوكي المعستعمر المملوكي كان فهم كويس قوي نفسية المصرين غالبا طيب من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في المصطلحات خلينا يعني نقول بعض الأمثلة واللي مأثرة فينا ويمكن في ناس تعرفش عنها حاجات كتير انت بتشوفها إيه في اللغة يعني فلسفة اللغة نفسها ده مش عيب يعني فيه ناس بتستعي بفكرة ان احنا عندنا ألفاظ غير عربية ده مش عيب ده تطور طبيعي يعني في تاريخ اللغة كله تطور طبيعي الأجانب الإسبان كنا بتكلم الإسبان ما تكسفوش ان يبقى عندهم ألفين لفظة عربية وما لكش لأ لازم هنغيرهم لأ العلم نفسه ما تكسفش ان يقول الجبرا من الجابر بن حيان لأن احنا لما كنا بنعمل العلم فاحنا اللي بنعمل الألفاظ بالظبط النهاردة مثلا التلفزيون احنا بيقول تلفزيون صح محدش بيقول كلمة عربية ليه لأنه اخترع بره وخدنا الكلمة صح الناس حاولت مع الراديو يقولوا المذيع طول الوقت ما نجحتش الكلمة ما نجحتش لأنه يبكر ما طلعت زي ما هي فبقت الراديو فاللي بيخترع بيفرض ألفاظ اللي بيجيب حاجة بيفرضها بكلمتها وده تاريخ اللغة وده لو يا إما نقومه ونقول لا هنعمل ألفاظ عربية لكل شيء يا إما نستسلم إليه نستسلم إليه بوعي